اشتركوا في القناة 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 ثاني اوديشن قدام اللجنة كانت خوف واخدت وقت أربع ياس والحمد لله أربع ياس أخذر طيب بدنا نسمعك شي نشوف لوين راح ترجع شو راح يكون أول فكرة بتخطر على بالك بس نسمعه الشمس قد قسمت نصفين لي ولها الشمس قد قسمت نصفين لي ولها هاي الأغنية بتعني لك هاي الأغنية بتعني لكتير الموال هذا موال لأستاذ سعد البياتي والأغنية لأستاذ ناظم الغزالي كان تحدي بالنسبة إلي إني أنا فلسطيني عم بغني اللون العراقي وبغني الأغنية البعدة من العيون السود اللي هي إقاع عراقي إقاع جورجينة ما منغني عليه إحنا ولكن كان تحدي بالنسبة إلي وأنا دائما بحب أول ما فوت على شي أجيبه من الآخر يعني يعني أنا خلص هيك أنت كنت داخل وأنا بدي أفوت مية بالمية صراحة أنا كنت طموحي بالبداية أني أطلع حلقة ثلاثة لايف أربعة بالكتير ولكن لقيت حالي بعدين أنا عم بنافس على اللقب يعني الوطن العربي مليء بالأصوات الجميلة وأنا صوتي مش أحلى صوت بالعالم ولكن لقيت حالي عم بنافس على اللقب لعدة أمور وعم بتميز بالخام الصوتية والآخرية فالحمد الله بس هذا الموال بالنسبة لي بعنيه لكتير وبعده حتى لما غنيته لقيت تفاعل اللجنة هيك صراحة بكيت أنا وقته وتأثرت إنه خاصة عرفت النتيجة من أولا أنت بتقولي الله طبعت أحلام برضو هيك أعطتك تفعها هي دايما أول أول اندفاع حلو أول شي حلو وهو بعطينا بريحك هيك شوي مع أنه بيحكوا أنه يعني أحلام كانت قاسية كانت قاسية علي عدة مرات بس تتصوريش طبعا اللجنة يعني كانت معي ومع كل المشتركين الواحد يحكي الحقيقة معي مع كل المشتركين جدا متفاهمة وجدا زي ما بيحكوا حنونة علينا كانت وتعطينا النصيحة بمحلة ففنانة أحلام ومفاهدة بوجهها كمان تحية كبيرة هي يلي باكستيج كانت تعطينا النصيحة صح زي ما ممشى عن النصيحة صح على الكاميرا كانت توجه لنا ولكن هالانتقاد كان من واجب أنه هي تجاهزنا وتهيئنا لأنه إحنا نعرف شو قيمة هذا المصر حل كنا عليه نعم نعم فكان مرتين وجهت الانتقاد ولكن بعرف من محبتها ما بتجامل يعقوب يعني ما أزعجت ما أخدت الموضوع شخص بالعكس يعني بالعكس مع أنه كان مرة انتقاد جدا قاسي أخدته من باب المحبة أنا وهالشي زادني قوة إني أنا لا بدي أكمل بالبرنامج إحنا بدنا نسمع حابين نسمع منك نفس المقطع إذا في مجال طبعا لا 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 الشمس قد قسمت نصفين لي ولها الشمس الشمس قد قسمت نصفين لي ولها النار في خدها والنار في كبدي الشمس قد قسمت نصفين لي ولها أويل أويل يا باي يا باي يسلم على الصوت يسلم على الصوت يا عقوب بتحس في عندك مسؤولية اجتماعية كبيرة على عاطقك اليوم عندك خمس سنين وليست يدوب لكثير تلاتين ومع هيك انت في عندك كل هالكم الهائل من المعجبين والناس اللي بالنسبة لها يعقوب ممكن يكون قدوة في يوم من الايام صراحة المسؤوليات هاي الزكارتية هاي المبينة ولكن عندي مسؤوليات أخرى هي أكبر من كل هذول المسؤوليات زي شو؟ خلص خلونا بمسؤوليات اللي نعرفها صار بدنا نعرف هلا عنده جانب صار بدنا نعرف لا لا هذا شي بعمر صغير الحمد لله وصلت هالمرحلة بس دائما كان عندي اني أنا لازم أكون مسؤول فلسطين على المستوى المحلي كنت نوعا ما ناس بعرفني والمسؤولية بلشت من هناك صار عدة أمور بحياتي كان إلا أثر بتكوين شخصيتي من الأهل من العيلة ستي سيدي المدرسة نعم حياة الكشاف اللي ما زالت لليوم أصدقائي حياة الجامعة فكل شي صار بحياتي كان إلا جزء كبير بتكوين شخصيتي وألقى علي هاي المسؤولية أنت أدها يعقوب أنا بدي أحييك على شغلة هكيتها أنت هلا باللقاء أنا عندي محلة بس ولسه موجود نعم بحييك عليها لأنه أنت الشافة ولسه موجودة الشاب عصامي الشاب فخور بتعبه الله يخبرك فخور بكل جزئية شكلت من شخصيته سؤالي الأخير رح يكون شوي تقيل بحيب أعرف منك بصراحة ما بعد أرب آيدل هل الأمور على وفاق مع الشركة المنتجة هل عم يعطو يعقوب شهين حقه ولا دائما هناك مقارنات وتمييز مع الفنان محمد عصاف من وجه له تحية وغيره بالبداية يعني أنا أبن هاي المؤسسة اللي هي اللي هي أنا الناس عرفتني فيها وأكيد إلهم فضل علي وأنا إنسان أهلي ربوني أنا ما أنصى الفضل بالبدايات كانت علاقة ممتازة وما زالت إلى اليوم كان في شوية انقطاع هلا هي هاي دائما في النص في تيرم ولكن يعني ما في مش أصدم إنه ما ينتجوا أو ما يعملوا شي صارت ظروف ولكن الحمد لله اليوم الأمور ممتازة رجعت إلى الأفضل وبدأ وجه تحية أيضا لإدارة بلاتينوم بدأ وجه تحية لمديرة الإنتاج أيضا أستاذي سمر أكروك وإلى مديرة بلاتينوم لدين تارباي يلي يلي قالوا لا يعقوب الإبننا هذا بالنهاية لازم نرجع ونضبط الأمور فالحمد لله اليوم ستيب باي ستيب عمال الأمور تتزبط تتعالج وأنا سعيد جدا والأهم من هيك أنا عندي راحة نفسية في هاي الأيام والراحة النفسية هي بتخلق الإبداع وتخلق جو مريح للجميع يعقوب صبب وجودك اليوم بالأردن إيش هو بالزبط؟ اليوم في عندي راح يكون توك تتحدث عن الأمل والسلام والشاب الفلسطيني اللي كان عنده طموح وكيف قدر يحققه بمجال الموسيقى رغم كل الظروف وكل التحديات وكيف أنا بقدر أنقل رسالة أمل للشباب الفلسطيني وللشباب العربي بشكل عام للأسف نحن الظروفنا بالشرق وبالوطن العربي تعباني جدا للأسف فإن شاء الله نقدر نحن نأثر واليوم الحمد لله أصبحنا ننأثر بالناس التانين أسهل لوجود المتابعين والسوشال ميديا الكبيرة فالحمد لله شكرا كتير إليك يا عقوب لأسف حولنا نخصص أكبر قدر من الوقت شكرا لحضورك شكرا لكل اللي تابعنا وبعد إذنك أن كتير بحب أغنية شو الفكرة رح نختم عليها وإتمنى لك كل التوفيق والنجاح الله يخليكم شكرا جزيلا لوجودك العفو العفو شكرا لكم وإلى اللقاء في المرات القاضية إن شاء الله شو الفكرة إنك متئ لي كلمت أنا اشتأت لك أو يعني بعدك خايف مني شو بحال عليك والعلمك إني ميت فيك وما بعرف أعبر لك لما بشوفك دقة قلبي بتسير تركض ليك ما فيك تخفي أحساسك فيك عشانك ولولا تخب علي خليك معي عادي تاخد مني زيادي والكلمة الحاسس فيها أولى بتنمي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة